اشتركوا في القناة 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 وزير وزير هيك عادي اشتركوا في القناة 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 مترشح يهاجم النايب التاني مقبيله تفضلوا شوفوا اطوان زهرة وابي خليد الحرب مستمرة بياناتهم بيقلوا اصلا اطوان زهرة زهرة دبلاني ما بده الا تهر هيدا نيب مرشح وهيدا نيب مرشح اخذ اسم عائلته زهرة وقال هو زهرة دبلاني وما بده الا تهر المهم هيدا كله كلها الطبقة السياسية القديمة والاعتيقة اللي نحن تعبنا منها هيدا كلها هلأ رح تنتهي لان المعارضة فايت على الخط شوفوا اعلان المعارضة اللبنانية نحن المعارضة يلي رفعت الاعلام اللبنانية عشرفات لبيوت بالالفين وستة نحن المعارضة اللي رفعنا الاعلام عشرفات لبيوت نحن ليه وقفت الفيديو كمل الفيديو كمل لي بده اسمع خطاب المعارضة كله نحن المعارضة يلي رفعت الاعلام اللبنانية عشرفات لبيوت بالألف عين وستة نحن المعارضة عفوا نحن أنتو المعارضة أنتو هي المعارضة اللي نحن متأمنين تغيرنا بوقعنا اللبناني مش عارفة تقرأ عشو عم تقرأ أنت المعارضة وناتلي عفوا على شو نحن المعارضة نحن المعارضة عفوا ما بقى في حل غير أنه نعلن ليحتنا الانتخابية عطريقتنا أيها الشعب العربي من بعد كل اللي شفناه ولينا من مرشحين اللي بيسوا واللي ما يسواشي كله عم يترشح الانتخابات قررنا نحن نعمل ليحة عطريقتنا ليحتنا مميزة ليحتنا فريدة لأنه نحن ليحتنا بتضم أشخاص من جنسيات مختلفة من طوايف مختلفة ليحتنا بتمثل الشعب العربي أول فرد معنا على اللي حاوة مرشح نييبي هو أيمن المطبلاتي أيمن تعودتوا عليه من أول يوم بيطبل بيطبل على كل الإليت وبيعزف على الوتر الحساس أيمن هل عندك كلمة حابة بتقولها للشعب؟ الأولى قلتك والشرى شرطك يا كبير شكراً أيمن لمطبلاتي أما الشخصية التانية والنائب الأنثة الأولى اللي معنا على الليحة تعودتوا عليها إنه لهلوبة إنه شخلوعة ومين غير هدير الشخلوعة اللي كمان حبها تقلكون شيء مع اللهلوبة هشخل عينيك شكراً شكراً أستاذة هدير النايب الثالث معنا بالليحة هو ممثل ممثل إنه ممثل تعودتوا عليه بأدوار تمثيلية تعودتوا عليه بشخصية الدكتور بشخصية صاحب شركة وبشخصية عديدة الشخص هيدا بلش المسيرة من أول طريق الشخص هيدا عنده معز كبير بقلبي وعنده كلمة كتير حلوة حب بيقلكون إيها أستاذ عمر المشخصاتي تفضل شكراً يا عمر على هالإضافة الحلوة أما أخيراً النائب الخامس أسأل مترشح معنا على الليحة أنسى كمان لأنه نحنا كمان بنعنى كتير بشؤون حوق المرأة وحمايتنا من الدبان المرأة معنا هي السيدة الفاضلة الليبية المحترمة السيدة ملاك بيت المال اللي هي المتحدث الرسمي باسم الليحة ملاك الكلمة كلمتيك مش حول حاجة نحنا منكن نحنا لكن نحنا فيكن نحنا وإنتوا واحد مصرياتكن مصرياتنا ومصرياتنا مصرياتنا مصرياتنا انتخبونا نحنا أمكن وأختكن وأبوكن وأبو اللي جيبوكن نحنا ليحة أم الشعب خفون من خفين صفح. أم شعب الشعب الجنس جại ورجعنا معكم بعد البريك بالأخبار على طريقتنا اليوم حلقتنا انتخبية بامتياز كون الانتخابات اللبنانية على الأبواب حكينا شوي عن شوية سرقة وفساد صاروا بالبارت وان وفرجناكم المعارضة اللبنانية لوين بدا تاخدنا وطبعا أعلننا لاحية على طريقتنا إنما هلأ إذا بدنا نشيل المزح شوي على جنب نحن هلأ بدنا نشجع كل النواب الشباب النواب الجديد وخاصة الإناس وخاصة اللي بيطعطوا كمان بالشؤون السياسية وبيشتغلوا بالمطبخ السياسي صار لهم فترة طويلة مثل هيد المرشح الشابة اللي هي جيسيكا عزار شوفوا برنامج الانتخابي يعني أنا قبل الامتيفي اللي صار لي فيها هلأ امتيفي 9 سنين قبل الامتيفي كان صار لي كمانا 3 سنين يعني كلنا على بعضنا 11 سنة بيشتغل بالسياسة بيشتغل بالمطبخ السياسي 25 5 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 6 7 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 10 12 13 15 16 16 19 20 20 20 20 22 22 26 27 28 29 29 30 30 32 29 20 31 31 32 33 هو اسمك الفني جو راعد وانت نازل عم طول بالغنية انا اسمي جو راعد يعني انا بكرا اذا بدي انزل انتخبك بدي اتطلع على هالليحة بدي اقرأ حدا اسمه جودة واعز كيف بدي انتخبك مش اعرفك جو حبيبي كيف بدي اعرف انت مين الموضوع هلأ صاير اكتر بالبنين عم بيميل هيك على كيوتنس يعني جودة واعز و جو راعد عمي الغنية لينتخب جيسيكا عزار هيك نازل كمان سيدة جميلة امورة فالسياسيين والنواب الاديمين اللي محنكين لقوا صار فيه منافسة من نوع تاني يومان الشباب اللي بدون ينتخبه هلأ مش بس بدون ينتخبه كمان النايب على هو شو بيعرف لأ كمان بدون ينتخبه يكون هيك لذيذ ومهضوم وشاب حلو وكيوت فحتى نواب اقدام مثل منصور البون قالوا بدي انزل انا بالترند تفضلوا شوفوا منصور كيف تصور كيوت قالوا المصور هيك بدك ننتخب بدك الشباب والصبايين تخبه بدك تكون كيوت وعلى اقولوا بيل بورد كبير يعني طيب شفت احضرت فيديو بيمثلنا بالزبط بالزبط شو الاوضاع هلأ من وراء الانتخابات لبنانية احضروا الفيديو لاتفهموا عم حس هالقطة شو عم بتحس يعني هيدا حال النايب هلأ حاليا بتيغنج الشعب مجبور بس هو بتضيف يعني انتخبوني خليني خلص يعني هيك حسس الشعور النايب مستعد يعمل كل شي بهايد الفترة بها المرحلة في نايب قرر ينزل يبيع خضرة يبيع خضرة لايقولوا ان انا من عمي الشعب تفضلوا مشاجعا مبادرة ان اس يوث تيم شارك الوزير السابق نولا صحناوي في بيع الخضار في ساحة ساسين لتشجيع الانتاج اللبناني ومناهضة العمالة الاجنبية في لبنان احنا بعمل نقولوا انه هلأ اللي عم يعملوا النايب نولا صحناوي غلط مش بكرة تطلعوا لنا بمية خبرية نحنا عم نضوع على اللي عم بسير يمكن هيدا اسلوب روعة وبالعكس هيدا اسلوب قريبة من الشعب وقريبة من الناس وحيخلق الناس تتحبوا نحنا عم نحكي عن الاساليب والطرق اللي عم بيدوروا علي النواب لا يدخلوا لقلب الشعب مش عم نقولوا انه هيدا شي غلط او صح بالعكس هيدا شي بالنهاية حاملة انتخابية بكل دول العالم تنعمل الموضوع مش هون الموضوع هلأ انه النواب هلأ اليوم عم يعملوا هاد انا بحب اعرف اليوم لو في نايب بيطلع بيقول الحقيقة يعني بده يطلع يقول خطاب انتخابي من كل الخطابات اللي اسمعنيها بس ما يكون مشغول يطلع يعني عنده بس عم بيقول الحقيقة شو كان وارد نسمع تفضلوا شوفوا مرشح عم بيقول اعلان خطابه بس بالحقيقة المطلقة ايوها الشعب لاول مرة رح تسمعوا برنامج انتخابي حقيقي انا اليوم رح اشتغلكم على شبكة الطرقات والمواصلات ورح ازفتلكم الطرقات ابتداء من طريق بيتي لحد الشليه رح نزفتها كلها اليوم انا رح اشتغلكم على فرص العمل ورح شغل اهلي رايبة بنخيلتي وبنعمتي وكل الشباب عندنا بالعائلة العطلة عن العمل رح يشتغلوا كلهم وبكرة بتشوفوا انه انا بس احكي بوفي تالتا رح اشتغل على حقوق المرأة المرأة النصف التاني من المجتمع اول شي اللي يجب يحصل بعد ما اطلع انا نايب هو انه المرأة تشتغل واول شي رح بلش بيه امي رح شغل اختة رح شغل مرتة رابعا المدارس العلم التعليم هيدا المستقبل اليوم انا رح ابني لكم مدرسة مدرسة خاصة انترناشنل اكيد رح تدفحوا كتير مصاري لتتعلموا شو بدكن تتعلموا يا حبيب بباليش بدكن تتعلموا يا مدرسة بدكن تدفعوا صحة استشفى مستشفيات الشعب لازم يتحكم انا رح ابني لكم مستشفى خاص مستشفى بتدفعوا فيه كتير مصاري لتفوتوا وتتعلجوا بس بتتعلجوا بتصحوا وهيدا المهم صحة اهم ما شي بيعوا بيتكن بيعوا حالكن مهم بتعلجوا صحوا بدكم تتعلاجوا بباليش، تفعوا خامساً روقوا نسيتوا بدنا نحارب الفساد، نحنا ملوك اللي رح يحارب الفساد واللي بده يجرب يحكي عن الفساد رح نحبسه، رح نحطه بالسجن ما حدا بيحكي عن الفساد، نحنا اللي محارب الفساد نحنا مع حرية الرأي، حرية التعبير، انتخبوني، ما رح تندموا أصلاً ما فرقاني معي، أنا طالع أصلاً نايب مصرياتي لو فيها كنايب، أنا بنتخبو، يا خي بنتخبو، عالقالي ليه صادق؟ طلع قل لي خي أنه أنت بدك تسرقني، طلع قل لي أنه أنت مسلاً بدك تعمل يعني صادق، عرفشو قصدي؟ وضح لي خي أنت شو ناوي تعمل حتى يعني قل لي وضح لي السرقة تبيتك رح تبقى كيف، ويمكن ما يكون عندي مشكلة يمكن تكون رح تسرق أقل من غيرك وكمان انتخبك برايكم نرجع ترجمة نانسي قنقر ورجعنا معكم لنكمل حلقتنا اليوم من الأخبار على طريقتنا مثل ما شايفين وملاحظين صار لنا سنين معظم الشعوب العربية رايحة صوب المجهول كل ما بتسأل حدا بيقولك رايحين على المجهول ما منعرف لو نرايحين فنحنا ببرنامجنا مثل العادة منتميز بنقل الأخبار ودايما عندنا انتروفيوز اكسكلوزيف وحصرية بستوديويتنا فاليوم نحنا قررنا نستضيف بالستوديو معنا المجهول المجهول مستر مجهول اهلا وسهلا فيك ببرنامجنا اهلا مستر مجهول اول شي انا بحب حييك يعني انا بدي حييك اليوم لانه اليوم انت انسان قدير جدير عندك ارادة وقوة وعزم لتقدر تاخد معظم الشعوب العربية اللي عندك انا بدي هنيك عهاد طريقة من الادارة ومن الشغل فيك تعطينا هيك نبزة بس عن طريق اساليب شغلك لشوي نتعلم كمان كيف حضرتك تشتغل انا ما بازلتش اي مجهول ولا كلية اي دور الدور والاول والكبير قوي يرجع للشعوب العربية يعني مش انت المجهول يعني مش انت اللي نديت الشعوب العربية تيجي لعندك خالص ابسلوتل انا كنت في اجازة بريح الجمجمة في الويك اند بتاعي قاعد على شاطئ المالديف ولما رجعت لقيت توابير توابير وقفة على الباب اسيبهم وقفين المشكلة ان حضرتك ما كانش فيه اي حجوزات في الفترة دي اضطرتها عاملهم باسبقية الحضور يا حبيب يا شو كيوت يعني انت كنت اصلا باجازة رايح دماري ورجعت لقيت الشعوب العربية على الباب توابير ما كنت عارفة خش الباب شعر يعني ما بازلت مجهود يعني خالص ابسلوتل طيب شو بدي اسألك بعد طيب بس في شي مش مزبوط ما شايف انه منطق كمان انه تقل اليوم انه الشعب العربية هو مسك حاله بيجريه ورحل عندك ما حدا بيروح على المجهول بيجريه بصة استاذ تولي الممنوع مرغوب طبعا والمجهول مطلوب الله انا مضربتش من حد ان يجي انا كنت في اجازة حضرتك اجهت لقيتهم وقفين توابير على باب الاودة الظلمة كله عاوز يخش الاودة الظلمة تفتكر اسيبهم يرجعهم مثلا المصيبة ان انا ما كان عنديش اي قوة الظلمة فاضية ما عنديش وقت استقبل كل الناس دي موضوع كان كومبليت موضوع كان كومبليت ما عنديش عندي حد اخده في القوة الظلمة اكتر من كده انا بقدم شكوة رسمية حضرتك انا بقدم شكوة رسمية حضرتك انا بقدم شكوة رسمية على هوا دلوقتي ما عنديش وقت انا مش عارف انام حضرتك من كدر التغبير 28 يوم في الساعة ازاي اجيب وقت منين انا الرحمة ارحموا المجهول ارحموني ارحموني طيب بس بس متل ما سمعتوا المجهول عم بقدم شكوة رسمية على الشعب العربي لانه صراحة زدتوا عليه كمان شوي و للتبرع كمان فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تقطع على الشاشة ستة 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 وتبرعوا للمجهولة الله يفك ديقته مرسيه على هالمقابلة الحلوة وانشالله امورك بتنحل انشالله امورك بتنحل الكل بديو يحارب الفساد وكل وعدنا انه بدهوا يخرجنا من المجهول الكل مين الكل هن الانناب يعني هن اللي بيطلع بيحكي باسم الشعب وبيقلك نحن سنحارب الفساد ونحن سنحارب كذا المشكلة مين اللي فاسد يعني مساكل النواب بيطلع بيقلك انا بدي حارب الفساد طيب ما بديك حارب الفساد من مين آه الشعب اللي فاسد أنяться لو كالشعب اللي حارب فانت فاسد فانت عم تحارب بالشعب يعني معظم النواب اليوم باللبنان اللي مقدمين ترشيحهم على فترة انتخابية جديدة او عم بيطالبوا من الشعب ننتخبهم من اول وجديد هن قردي نواب هلأ يعني معظم النواب الحاليين كمان مقدمين على انه ننتخبهم بالمرحلة الجاية وبيطلع بيعمل خطبات بيقول فيها رح اعملكن انتخبوني رح اعملكن وعود طيب خي ما في مشكلة انا معك بس انا عندي طريقة اسهل ليه ما بتقلي شو عملتلنا ما انت قردي كانت نايب صارلك تماني سنين عم تطلع تقلي انتخبني رح اعملك يا خي طب ما قلي شو عملتلي اه ما عملتش اه رح تعمل اه يعني اذا انتخبنيك رح تعمل اه اوكي اوكي هلأ فهمت ازجاجيل بلبنان ازجاجيل هو الفينقية تعرفوا ليه اول شي عملوه عمروا سفن للهجرة لانه من اول الطريق عرفوا انه ما بينعاش فيه لهيدا البلد تصبحوا على خير ونشوفكم بحلقة جديدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة